ولو كان معك حق في عدم محبتهم ولو كانوا أخطأوا عليك أحسن إليهم بماذا؟ أدعو لهم اللهم أعتق من ظلمني أعتق رقبته من النار يا رب العالمين وأحسن إليه بطول العمر على طاعتك وأصلح قلبه وذريته وزد في رزقه يا رب العالمين نقص منا شيء؟ اللي نقص منه يرفع يديه ولا شيء إنما هو اختبار لمن؟ لإذا فعلنا ذلك نريد من العفو العفو جل وعلا عفا ورب إذا عفا جعل حياتك سعادة والله يجعل حياتك سعادة من المعجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والله إن بعض الذين نعاديهم ما تلاحظون العوام ماذا يقولون؟ ما في حب إلا بعد عداوة الحب دائما الخالص يكون بعد العداوة لماذا؟ لأن العداوة الأولى كانت شيطانية فلما تصافحوا انتهت من قلوبهم الغل ولذلك سنذكر بعد قليل أيها الأحباب بعد قليل نتكلم عن أسباب التي تعين على إعادة الأمن إلى القلوب يقال أن أحد الدعاة في عصرنا هذا يقول إن رجلاً هذا مما يرويه الشيخ عائب القرني حفظه الله أن له رجل كاتب صحفي ما بقي الصحيفة إلا كتب ضد الشيخ وما ألف الشيخ كتاباً إلا بدأ يقرأه مبل الاستفادة للنقد ولا تقع عينه إلا على الخطأ ويشنع وجلس حياته كلها شانع شانع مبغض ولا يرد الشيخ عليه حتى أتى يوم ومات من ذريته أحد فقام الشيخ ورفع السماع عليه وآدعا له وشاركه في حزنه ودعا له بالتثبيت فإذا ذاك القلم الذي كان يصب قيحاً صار يصب مدحاً عجيب ويثني على الشيخ وإنه الداعية والمفكر والخطيب سبحانه وش اللي غير الرجال اتصال ثلاث دقائق الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانه يا أخي جرب لا تجرب العداوات ما يوجد الإنسان سمي إنساناً لأنه يأنس ومن يوم تبعد عنه تقع الوحشة يقع الوحشة أحسن إليه إن الإحسان إليه من أكبر أبواب ردم الخنادق وردم الحفر وعلاج العداوات ولا تفتح صفحات الماضي بعض الناس يقول العتاب صابون القلوب والله أنك صابون خربان هذا صابون منتهي الصلاحية متجرثم الصابون يزيد